هذا وحكم المباراة شوشوا بوندو البوتسواني اللي سيطلق الصافر التنطيلي قد اللقاء مباراة تقام على ملعب بورفيلتس بار بورفيلتس بمدينة بولا وايون ثاني أكبر مدينة في زنبابوي بعد العاصمة هراري هي المركز الصناعي ومركز لشبكة سكك الحديد مدينة قريبة من بوتسوانا والسوت افريقا هذا الملعب أيضا يلعب عليه فريق هايلانس واحد من فريق زنبابوي ولكن يظل الفريق الأبرز في هذا البلد هو الديناموس ديناموس غلامر بويز اللي لعب نهاية جمبينز ديج عام 98 وخسر اللقب أمام السيك ميموزالي بوري كولا لمساحة بلاتينيوم يودع سباق دوري ابطار افريقيا ويتطلع بلاتينيوم للفوز على حساب البطل الاسم الكبير في افريقيا الدرجة الرياضي التونسي الترجي الفريق اللي يتصدر الدوري التونسي وصع الفارق بينه وبين أقرب المنفسين النادي الرياضي السواخسي لصدقات بعد الفوز واللي كان أخير على النادي السواخسي بيدفين مقابل واحد التزامات وارتباطات كبيرة لأفريقيا الترجي التآهل المبكر جعل المدرب معين الشعباني ريح الأسماء الأساسية بعد الترجي وصلت لمدينة بولايو بعد رحلة استرقت 16 ساعة على متهم طائرة عسكرية شعباني ريح الأساسيين عند التزامات هامة عند السوبر التونسي والسوبر الافريقي في الدوحة السوبر الافريقي سيلاقي الراجع البيضاوي المغربي وفي السوبر التونسي سيواجه النادي البنزرتي كون الترجي عند الحالس بيترو سمهاني حالس مرمى فريق بلاتينيوم بعد الترجي ضمت 19-15 لعب فقط من صفر بودالي الكرة معادة من إلفز مايو تبقى الكرة عند ممثل زينبابوي أيضا هي فرصة اليوم يجرب من خلالها البرجل اسماء البديلة باعتبار أن موعيد القادم أهم جدا والترجي يركز أن يلعب بالأساسيين فترة قادمة الترجي يسعى لحصد لقب السوبر الافريقي اللي فاس بي مرة وحيدة عام 95 اخسر السوبر مرتين السوبر الافريقي عام 98 اخسر اللقب أمام السيك مموزا 3-1 و2011 خسر اللقب السوبر أمام المغرب الفاسي بركلات الترجيح كرة ترعب في مناطق بلاتينيوم محاولة لحق الكرة من بيليل مجري ترجع المحاولة من أخرى لفريق بلاتينيوم الفاس مايو ترجع بتمس تمس وتنفيده عن فيف الشبالي اللعب رقم أربعة عافية في لعب كرة بين المساعد يرفع الرأي ترجع كرة بخطة كرة تعود من جديد لمسحت فريق بلاتينيوم كما ذكرت اليوم الترجي باسماء جديدة اسماء بديلة تشارك في هذا اللقاء وأيضا تأمل أن تحقق نتيجة نتيجة إيجابية تأمل أيضا أن تنهي مصار الترجي في طار هذه المجوعة من دول خسارة الترجي بلو جمعنا محاول الفريق الترجي يبحث من خلالها على هدف بو بكر كرة داخل منطقة جونيور والهدف يضيع الهدف يضيع للترجي الترجي بالصفة الثاني خطير فرصة خطير أمام للمجري هذا هو بلال وهجم الترجي كرة داخل منطقة جاسا فريق بلاتينيوم في مرأول الدفاع يتدخل وحاول تغييرها مصارها الجونيور ترجع تتهيئ أمام بلال المجري كرة بلال المجري انتهت لخارج ملعب تبيد مباشر مجال بالترجي الترجي يبعد برسالة لفريق بلاتينيوم أن هذا الفريق بمنحبر حتى بالصفة الثاني يلعب مناج الفوز هي روح وحبة ينبلكها الترجي الروح الانتصارية سواء بالأساسيين أو بالمدناء هو شعار الترجي شعار الفوز دائما شعار حصد الألقاب الترجي يطارد الألقاب يسعى للفوز بكل الجواز نادي احتفل بالمئوية مئوية التأسيس جاءت بعد الفوز بلقب 2018 على العساب الأهل المصري عودة كانت كبيرة في القلياب في رادس ثلاثة صفر خصير لقاب ذهب ثلاثة واحدة ولكن ثلاثية كانت هم شدًا للظفر باللقب الأفريقي أيضا ترجي مناج الفوز بلقب السوبر الأفريقي والسوبر التونسي وأيضا الحفاظ على لقب الدولي المحلي في تونس وأيضا موصلة مشوار في الكاس في الكاس سيلاقي بالدور 16 جماعي جربة كورة تنقل من الصديقي علي الصديقي تمرير من بافاري سهل الكورة عند بن شربية عند مؤسس بن شربية في رسيل اللقبين على مستوى التشمبيونزيك مع الترجي 2011 و2018 الترجي الفريق للعب لقاين خارج القواعد عرف التعادل المرطين خارج ملعبة مرة أولى في كوناكري أمام الحرية واحد واحد هذا في البدري في الدقيقة الأخيرة منح الترجي نقطة من ملعبة 28 سبتمبر الترجي أيضا في جونس بيرغ تعابل أمام أورلانبو صبر صبر ولكن على ميدانة حصد النقاط الكاملة في فريق الترجي بانتصار البلاتيني بالتنين سبر والفوز على أورلاندو بنفس النتيجة والتنين سبر على حساب الحرية عرف الفوز بالتنين سبر بسهولة تامة يحسم المباريات لمسلحة يسير بغضة تامة من أجل أن يلعب دور البطل من الجديد أكيد دور المجموعات سنتعرف على الفرق الثمانية المتأهلة لربع نهاي في الربع نهاي مسألة ثانية في الربع نهاي الإخصاء المباشرة سنشاهد مواجهات من العيار الثكيل فرق عن بسيط كورا تنقل المجارب عفيف جبالي تنعب كورا في مناطق بلاتينيوم ترجع من الفيس مويا بافاري راينسومي يسترجع كورا الترجع الترجع من جديد في مناطق بلاتينيوم تدخل من ستيما جونيو لوكوسا حكم المباريات يحتسب خطأ للمهاجم النيجيري القادم من كانو كانو بيلارس في نيجيريا يتحصل لخطأ أمامنا تدخل اللعب رقم 19 امهالانجا قام بيدفع الجونيور والخطأ واضح للترجع كورا للترجع في انتدار تنفيذ الكورا الثابتة في مناطق فريق بلاتينيوم ننتظر هذه الكورا كورا تصوب من السبب بعيد ولا هدف ولا هدف ولا هدف هدف عالمي هدف عالمي من مسافة بعيدة هدف للترجع تسويب من تونس العصمة من تونس المسكيني 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 يضع كورا في شباك بلاتينيوم ويدون اسمها في هذه المطولة يدون اسمها بها بالهدف هدف هدف للبكرة عن بريق المسكيني المسكيني يخلى بلاتينيوم مسكين وخلى حرس محاير بيتروس الترجع يتكذب الوحى السمر محاولة لبلاتينيوم والكورا ترتد بالمعز في ملتغتية موجودة التغتية والانقاد في التوقيت المناسب من ايم المحمود ايم المحمود قام بتنى الكورا الخطيرة من صديقي ترتد بالمعز ومحمود يحاول الكورا للركنية ركنية لمساحة فريق بلاتينيوم تلعب كورا داخل منطقة راسية ومعز معز يطلق بين شريفية برد فعل منباز منشار المص والكورا للركنية تصدي منباز لحامي عارين الترشي بين شريفية امتداد لحراس مميزة في تاريخ الاسبرانس من قلال شكر الوعر شكر الوعر اللي حقق كل الألقاب الأفريقية مع الترشي كورا طول عبرهين في بلاتك فريق الترشي محاولة خطيرة بلاتيني مدغت يرجع كورا الوراء الترشي يبحث عن فوز خارج القواعد يبحث عن فوز خارج الديار على انتصار بالفريق الثاني يحاول أن يبارن الترشي أن هذا الفريق حتى بالأسماع الاحتياطية قادر أن يتعلق وقادر على صناعة الفارق ترجع الفوز اليوم وثلاث نقات أكيد تعطي للفريق هيبة كبيرة أن الترشي بمنحبر ترجع لآخر انتصار لخارج القواعد كان في كامبالا حساب كامبالا سيتي هدف الجويني العام الماضي بدور مجموعات واحد سبر تمكن الترجع من تحقيق الفوز في كامبالا واليوم الترجع يبحث عن انتصار جديد يبحث عن فوز إذا استثنين الفوز اللي حق هذا الترجع في طار الربع نهاي في سوسا على حساب مواطن النجمة الساحلي واحد سبر هذا كل يبالي فالترجع آخر فوز خارج القواعد كان أمام كامبالا سيتي في دور مجموعة يبحث عن فوز شديد حامل اللقب اللي يبدأ المبرأة بهدف هدف على الطريقة على الطريقة الانضار رونالدية هدف بصراحة ولف الأحلام من شرب لعب محمد أمين المسكيني سجل هدف سيظل هذا اللعب يتبكر هذا الهدف جيدا وملعب المباراة ملعب باربالفيلس لن ينسى كورة المسكيني كورة ترجع بخط لفريق بلاتينيوم علي الصديقي علي الصديقي رجع كورة الوراء فيما تزديد من ديفون شبا ديفون شبا تايتامبا يسدد كورة من خير جمنطقة إلى خير جملعب لضربة مرمى لفريق التراجي التراجي يفاجأ بلاتينيوم بلاتينيوم الفريق العب لأدوار الأولى المؤهلة للمجموعات تجاوز فريق سبورت من مبغشكر بعد لك فريق أوتو دويو من برزابيل تعادل واحد واحد في برزابيل وصفر صفر على الميدان ليتآهل المجموعات لأول مرة في تاريخ بلاتينيوم في رصيدة نقطتين من خلال تعادلين تعادل على ميدان أمام أورلاندو وتعادل في معقل أورلاندو اثنين اثنين أورلاندو اللي أمام مباراة سابق في كوناكل أمام الحرية مباراة تحديد وصيف هذه المجموعة من سيرافق الترجي للدور أربع نهاي حرية كونكري أم فريق أورلاندو كورا تنعب داخل منطقة الجلسية ترجع بنتاجتها يسترجع المحاولة من أفراء فريق بلاتينيوم تنعب كورا من تيغري في منطقة ترجي في منطقة تتم والكورا خارج منعب لبعاد من أيم المحمود مدفع الترجي مدفع السابق للملعب القابسي في منطقة يدت من عفيف شبالي ترجع لفريق بلاتينيوم الأخرى الصديقي محاولة المرور كورا معاذة للوراء لمويو مويو داخل منطقة والدفاع دفاع الترجي دائما حاضر في الكورة العالية فيما هناك يدفع جوشوا بوندو حاكم المبرى البوتسواني يحتسب قطع للترجي الكورا ترجع للترجي لعاد من أخرى كورا ترجع مويو وتغتية تتم من جالب المدفع المدفع آيم المحمود خطر الترجي بالتنفيذ معاذ بن شريفية معاذ بالتجاه المجري الكورا تنتعي سال عند بيترو السمهاري حال السمان بلاتينيوم ربع الساعة مرت من زمن الشوت الأول وتقدم للاسبرانس واحد صفر هدف محمد أمين المسكيني محاوط مرور والكورا ترجع لترجع عند حسين الربيع الربيع فاصل ميدان يتقدم الترجي ولترجع لفريق بلاتينيوم خسر الكورا اللعب بين الرمضان ترجع بيهجب بلاتينيوم أقرب للحارس بن شريفية بن شريفية صاحب الخبر يلعب كورا لعلي المشاني علي المشاني آيم المحمود آيم المحمود ترجع كورا عند بن شريفية بن شريفية يرسل كورا في مناطق فريق بلاتينيوم تدخل من مهالانقا ترجع للترجع بالجليد مشاني المشاني المشاني يبغط الكورا تصل عند النعب كوتسان زيران كوتسان زيران يتحصل على خطأ الكورا ترجع بخطأ بعد تدخل من بن رمضان عشرين سنة محمد دعلي برمضان من موليد تسعة وتسعين كورا توقع في اللي سير عند علي صديقي علي صديقي مرر لتوماسي دو توماسي دو الفيس مو والتاق تتم من حسين ربيع الترجع بالجوم توقع كورا بالتجا جونيور 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 ينبالق جونيور جونيور سقوط جونيور جونيور لكوسا حاكم المبرات جوشو بوندو يأمر بسر اللعب جونيور لكوسا كان مع المدافع الأخير لبلاتين يوم حاكم المبرات أمر بسر اللعب لم يعتسب شي فيما تدخل واضح من جارب توماسي دو الخطر الترجع خطر الترجع أمامنا المهاجم يجري كورا مشتركة مع استماع فيه فيه مدافع من استماع فيه فيه احتكاك من مدافع بلاتينيوم ولكن حاكم المبرات اللي أمر بسر اللعب مهاجم مهاجم يبدو لي واضح يمتاز بالقوة البدنية ترجل يقدم مهاجمين كبار مهاجمين أفرقة ألقم على فريق مستوى النيجيني مايكل الرامو الكاميروني نيونج قبل كان كان دي اتراول الإفواري ومن أبرز لفرق زنبي مالويتولي كمضمن كتيبة 94 منحمة الفوز بأول لقب أفريقي كورة تنقل المجارب اللعب الشفا نشوف الفريق بلاتينيوم يسترجع كورة فريق التراجي عافي بشبالي يلعب كورة جونيور بينما التدخل المجارب الفيز مويو الفيز مويو ببروس معري تبقى الكورة عند فريق بلاتينيوم بلاتينيوم لأول مرة يلعب دور المجموعات فريق وصول لهذا الدور يعتبر خطوة كبيرة لممثل زينبابوي خطوة للاحتكاك بفرق كبيرة على مصر القارة السمراء فرصة لملاقات فرق في قيمة وحاجم الترجي الترجي الفريق ينبلك خبرة كبيرة مثقل بالتجارب تجارب عند الترجي على مصر الفريقي الفريق اللي يتطلع دوما لأن يلعب بور البطولة ترجي أول لقب 94 لقب الأندية البطلة المستمى السابق لهذه المطولة اليوم المعروفة بالشامبيون زيك رابطة الأبال 94 حقق اللقب على حساب الزمالك المصري أيام الجيل البابي بقيلة الراحة البالها برخصة والجو على السمراء العياد الحمروني في المؤمن للمكان لكي العملاق شكر الواعر فريق كبير توج بلقب بطولة 94 المفارقة بلاتينيو بتأسس سنة 1995 باسم نادي مموسا غير اسم 2010 سعد للدور الممتاز في زنبابوي 2011 تحصل على المركز الثاني خلف البطل ديناموس في رصير بلاتينيو ملقبين على مستوى دوري سنبابوي 2017 و2018 وعمد الكاس في سبيع عام 2014 اول مشاركة ليد الفريق افريقيا 2012 خرج من الدور الثاني على يب المريخ السوداني تعادل في سنبابوي 22 وخصار في السودان 3 السفر الكورة تلعب في مناطق الترشي تغتية موجودة من ايمان محمود الفيس مويا الفيس مويا امار من عفيم شبالي الفيس مويا كورة داخل الملطقة محاولة خطيرة واماز كورة تلعب لها معز يتألق معز من جديد معز يتألق والكورة تنتي لخلج منعب محاولة خطيرة لفريق بلاتينيو مرور من شير من لعب الفيس مويا مرمى من عفيف شبالي لعب كورة داخل منطقة جزاة تلشي رأس سيا بالتجاه المرمى تجد تصدي من الحال السمع بن شريفية معز للعب الساسي مكين رمج جريدي حال سنتألق في القمة ماما الناد رياد السويقسي ايضا يواصل التألق من خلال لقاء اليوم كورة صد لابي براعة بن شريفية يتلقى العلاج حال السمر من التارجي خبرة كبيرة تمتع بها بن شريفية مع التارجي متعاوب على مثل هذه الأجواء حاول أن يعطوا ثقة للأسماء الشاب معز بن شريفية يلعب مرفريق الأول منذ عام 2009 أرقام لمعز مع التارجي مع الشيخ الأنبياء ستة مرات تتوج بلقب الدوري مارتين كيس تونس في ملسبتين وعند لقب عربي دوري بطار العرب رفل السبعتاش التارجي اللي طارد في الألقاب السمرار يرغب في حصد كل الألقاب يحاول أن يحصد الأخضر واليابس التارجي يبحث عن كل الجواز هي سمة الفريق الكبير اللي حاول بالسبرار أن يحاقق الفوز تارجي يتقدم الواحد سبر بالفريق الثاني بالبودلاء تأكيد أن التارجي يلعب 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 بالأسماء الأساسية بالأسماء الاحتياطية يلعب بنفس الروح الروح القتالية الروح الانتصارية رمي التماس في تنفيذها حسين الربيع الربيع والكورة ترجع من جديد لفريق التارجي حسين الربيع كورة تصدم برفيقة كورة ضربت لعب التارجي السلامات للعب بالرمضان هالكورة ترجع من جلب لعب مهالانجا استيماء استيماء مهالانجا تنقل كورة في مناطق التارجي مطابة من عافيف جبالي عافيف تابع وضربة مارمى للتارجي ضربة مارمى للفريق التونسي المتمرس على مستوى أفريقيا صوالات وجوالات في أبغال القارة السمراء ترجع أول فريق تونسي يلعب نهاية أفريقي عام سبعة ثمانين لعب نهاية كأس الكوز الأفريقية واخصر اللقب أمام الزلزال الفريق الكيني جورما كورة من جديد ترجع ترجع من جديد عند فريق التارجي الكورة في اللي صار اليوم في تشكيل التارجي مشاركة النيجيري جونيور لوكوسا والجزيري الطيب المزياني مزياني من خريج أكاديمية بارادو في الجزير لعب أيضا مع الوهافر حكم المغرات يحتسب خطأ للتارجي الكورة ترجع بخطأ للتارجي تلعب كورة من أيم المحمود السلام من جانب المسكيني مسكيني علي المشاني علي المشاني يلعب كورة في الليمين محاولة لحاكم الكورة من جانب بيلي المجري ترجع العفيف عفيف الكورة معادة الوراء التارجي يحاول في هذه اللحظات الاحتفاظ بالكورة علي المشاني مشاني يقل كورة ستميدان السلام للكورة من رايد رايد الفادع اسماء غير معلوفة غير معلوفة نعرف البلايلي لخنيسة اليوم مشاركة هذه الاسماء وطيحت لهم الفرصة عفيف كورة معادة الوراء التارجي يحتفظ بالكورة ترجع من المسكيني تمرير المشاني حاول يدبر فريق بلاتيني يوم الكورة العفيف حاول انطلاق بلال ماجري بلال يرجع كورة بلال للوراء السلام للكورة من جانب المسكيني علي المشاني محمد ايميل مسكيني كورة ترجع للوراء عند ايم المحمود ايم المحمود يلعب كورة في اليسار ايم المحمود بالتجاه طيب مزياني الكورة تبعد ترجع من اخرى ترجع من جديد عند فريق بلاتينيوم يسترجع كورة شافا ديفون شافا محاول لبلاتينيوم كورة اقصر يسار عند علي صديقي علي صديقي 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 وطاق ايم المحمود تعود مرة اخرى من بيفون شافا مع ترجع ترجع كورة الوراء تصل كورة عند بلعب موالا تبقى مبثل زمبابو ستيما ستيما ينقل كورة الوزمو الوزمو علي صديقي صديقي مرر بينما موالا موالا ترجع 99 وقصر اللقب امار رجاء بركلات الترجيح في عام 2010 الترجي ايضا لقى ديراموز في المجموعات في المجموعة فيه مزمبي ستيب الجزائي للديراموز الترجي فاز 1-0-1-0 الترجي سجل رايح جاي الترجي 2010 عبر 2000 المخصر لقى من مزمبي 2012 في الدول الثاني المؤهل للمجموعات الترجي لقى ديراموز فاز على ديراموز 6-0 6-0 سجل المساكل العواضي وليد الهيش لهاب المساكل وفي الاياب واحد واحد الترجي لعب المجموعات وتال للسيميفاينل تخطى مزمبي وفي الفاينل اخسر اللقب امام الاهلي المصري يعني الترجي يتمنى عدم اللقب ديراموز في كل مرة يوجد ديراموز يلعب الفاينل ويخسر اللقب ولكن الترجي الترجي تمكن من ترويض لقب هذه المسابقة بعد يعني معاناة كبيرة العام الماضي عانى في المجموعات احتل المركز الثالي خلف الاهلي المصري ولكن بعدها انطلق بتخطي لتوال في الربع نهاي والنصف النهاي برومير دياغوست الانجولي وفي الفاينل الرامونتاد التاريخية ثلاثة واحد اخسر في مصر في القادة ولكن ثلاثية للترجي في الياب منحت التاج الافريقي لفريق بامسويق تماث تنفيذها مودو فيو رفايل رفايل العبكورة تارش امرة اخرى لفريق الترجي والحكم يحتسب خطا الحكم يحتسب خطا لبلاتينيوم ترجي تقدم واحد صبر يحاول الحفاظ على هذا السجال المثالي الخالي من الهزائم ترجي خمس مباريات فاسو وتليب وتعادل في لقائين الترجي لم يخسر الفريق الوحيد في دور يبطال افريقيا لم يعرف الخسارة يحاول يكون على منوال 2003 انهم دور المجموعات بالخسارة 2011 ايضا بالخسارة 2011 موسم الفوز باللقب مع نبيل معلول لعب في مجموعة قوية في الويداد البيضاوي المغربي الاهل المصري ومولدية العاصمة الجزائري كرة ترجة بتماس لفريق بلاتينيوم التمرير من تيغري يسر بالكرة اللعب كوتسان زراع محاول بلاتينيوم الكرة خرج ملعب الكرة لخارج ميدان ضرب مرمى لفريق الترجي الترجي ومباراة اليوم مباراة اليوم واضح يأكد فيها للجميع أن قوة الفريق الكبير قوته تكون مستوى البدلاء يكونوا حاضرين وشاهزين في أي موعد وهذه ميزة طبعا ولون الترجي اليوم تقريبا بالصفة الثالث ولكن هذه السمة الفريق الكبير دائما يتمتع بمجموعة قوية تمكن الفريق من يلعب على عدة واجهات يلعب على عدة واجهات الترجي بالقبة بقبة اليد بعد كرة بالجرفية تنشر كرة جديدة عند ديفون شافا الكرة لمسلحة فريق بلاتينيوم ديفون شافا ديفون يلعب كرة في المين تنقل مجر بلاهب كوستان سيران بلاتينيوم في الهجمة ولكن جوشوا بوندو حاكم المباريات يحتسب كرة ترجع للترجي الترجي الكبير كبير والكبير يعرف التعامل مع كل المباريات يعرف التعامل مع كل وضعيات هذه السمة الكبار الترجي الخبرة تلعب دور كبير في تسير المباريات وعموما يعني في الكرة جيل يتأثر بجيل الاسماء البديلة هذه متأثر باسماء تلقت ويحاول اليوم يبرهن أنهم كبار وأن قميص الترجي لايق عليهم كورا عن جونيور جونيور يسدد جونيور لوكوزا اللعب النيجيري النيجيريين لعبه مع الاسبرانس نعرف جوليوس أقاها الدول السابق للعب مع الترجي هو العملاق البلدوزر مايكل الرامو الرامو التواجد مع الاسبرانس 2010 الترجي بمن حضر يتقدم واحد سيفر البلدينيوم ويحاول أن يدون أول انتصار خارج القواعد كورا لمسحة ممثل زنبابوي ترجع كورا الوراء زنبابوي من باب السويقة المسكيني سدد سدد كورا صعب جدا التصدي لها صعب جدا المحاكاتها من باب السويقة لبولا ثاني اكبر مدينة في زنبابوي بعد العاصمة هراري القريبة من بوتسوانا وسوت افريكا كورا تنتي خارج ملعب ضربة مرمى لفريقا ترجع هذا اللعب استماع اللعب رقم 14 بلاتينيوم من دون انتصار بتعادلين فقط بلاتينيوم على ميدانا تعادل مع ورلاندو واخسر من حرية كوناكي لواحد سبر بين شرفية ينعب كورا سريدان ترجع بتغذية حكم المبالاة يحتسب خطأ لمسلحة الافريقة التونسي كورا ترجع بخطأ للترج تدخل واضح تماما على اللعب رايد الفابع مؤس بين شرفية ينعب كورا في الإصار بالتجاه حسين الربيع الكورا عند المشاني مشاني مر بتجاه جونيور جونيور للطيب الطيب ينطلق الجزائري طيب المزياني الطيب مزياني كورا بتجاه جونيور حاول اللحاق بها ارتما لها جونيور ولكن كورا بعيدة كورا ضربت مرملي الصالح فريق بلاتينيوم آخر لحظات شوت أول والنتيجة منزلت تقدم التارجي على حسين بلاتينيوم واحد صبر ستيما يرجع كورا عند بترو سماري بترو مهالانجا بترو سماري تنقل كورا السميدين لمس من بفاري يدغط فريق التارجي بلاتينيوم كورا عند إيل بزمو بترو سماري كابتر فريق حر سماري بلاتينيوم التمرين من مهالانجا لمودو فيو تبقى المحاولة عند ممثل زنبابوي اللي واضح تماما صعب ينافس من أجل البهاب للدور المنهائي في مجموعة فيه الكبار فيه المتمرسين فيه التارجي القوي حيث يكون أكري القوى العايدة الجديد لأفريقيا وأيضا فريق أورلاندو ممثل سوت أفريقيا يحاول أن يعزز مكان أبناء أفريقيا الجنوبية كثاني فريق بعد سام باونز اللي ضمن اطلقهم الكورا السماري هجم سريع عن الفريق السبابوي عن طريق علي الصديقي علي الصديقي لتيجري يختم التمرير والكورا التنتي ينعب السمرار على الجهة المتواجد فيها في بالشبال ينعب دور كبير اليوم في منحة ثقة للأسماء الشاب في توجيههم عفيف جبالي ظهير آيمر الترجي عفيف يستعاد لطبيل التمس ينعب كورا عفيف في وسط ميدان ترجع كورا من المسكيني علي المشاني لبن شريفية معز بن شريفية عفيف كورا تجد تدخل من اللاب الشيدو ترجع بطاقة يمن أيم المحمود المحمود يسترجع كورا دفاع بلاتيني مع تلك ستما هذه أجمة سريعة مودو بيوان مودو بيوان ايمو ألانجا فرصة خطيرة كورا تمر من دفاع الترجي بزيد خطيرة علي الصديقي علي الصديقي والدفاع الدفاع حاضر بيطاقة يقام بها علي المشاني يحاول كورا خارج ملعب للركنية شوف رعادي من أغراء للكورا الأخيرة ومحاول فريق بلاتيني هم كورا من علي الصديقي في مناطق الترجي والمشاني يحاول كورا للركنية ناقل كورا من ديفون شفاع الكورا إلى خارج ملعب برمت مر من الترجي الترجي بطريقة لينهاج الشوطر أول لمصلحت واحد سبر هدف محمد أمين المسكيني هدف ناقل برقم خمسة ديفون شفاع درب تمر في تنفيذ بن شريفية معز تقلق في كورتين كان ممكن واحدة منهم مترجع بلاتيني بن شريفية يلعب كورا في مناطق بلاتيني ترجع بتغتية الكورة تعود مجدد لفاية تفريق بلاتيني تسر عن بلعب الوزمو الوزمو علي صديقي علي صديقي صديقي كورا معدل الوزمو صديقي صلا لعب بلاتيني يتقل الكورة صديقي تغري 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 عن الوزمو الوزمو محاول خطيرا فرصة ولكن فيه خطر خطر وضع كان فيه دفع كان فيه سند من جانب مهاجم فريق بلاتيني والبوتسواني جوشو بوندو يحتسب خطر الترجي الكورة ترجع الترجي شوف الوزمو داخل منطقة دفع وضع على عليم الشاني يسترجع كورا الترجي هذا الشيدو مهاجم الفريق توماس اللعب رقم 11 كورا في تنفيذ معز بن شريفية المعز يلعب كورا في مناطق فريق بلاتينيوم تدخل من جر اللعب الشفا ترجع كورا من موضو لحارس المرة بيترو سماري بيترو سماري استما بيترو سماري ينقل كورا عند مهالانجا مهالانجا يرسل كورا في مناطق الترجي ترجع بتاقي من دفاع من ايم المحمود ترجي يسترجع كورا التبرير من الربيع الكورا تعود لبلاتينيوم تنقل كورا في اللي صار عن صديقي صديقي مع عفيف صديقي يتقدم صديقي صديقي كورا بينية ارتباع في البعات الترجي المحاول مساعد قايمة والتسديد كورا البرة من تيجري محاول خطير على فريق بلاتينيوم ومشكلة كبيرة عند الترجي في وسط الميدان في افتكاك الكورا وايضا خلل في الجيل اليوم في الجيل المتواجد فيها عفيف جبالي ينعب عليها بالصبرار فريق بلاتينيوم لعادة مرأة صديقي صديقي مرأة كورا بينية تدخم الدفاع مرأة أولا بعد تيجري يسدد كورا مرت قريبة شدة من مرأة ترجي مرت بسلام على مرأة بينشرفية ويبقى ترجي متقدم على صعيد نتيجة واحد صبر فيما يكون السارع عند الحال بيتروس بيتروس يمر لعلي صديقي علي صديقي 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 عفيف يتدخل والكورا ترجع ماسك واضح من تيجري وننظر مصلاحق على لعب فريق بلاتينيوم خطة واضح ترجع كورا لترجي نلعب في آخر ثلاث دقائق نيفر تلك نظر تيجري نيفر تيجري خطة لترجي آخر لحظات الشوت أول الترجع بآدف المسكيني يتقدم الحساب ممتل زنبابوي كورا تلعب في مناطق بلاتينيوم إلى خارج منعب دربة مرمى لبلاتينيوم المباراة الأخيرة لبلاتينيوم مباراة تحصيل حاصل ولك ترجع مباراة بريستيج نيونهي دور المجموعات بلا خسارة أن يعود بانتصار خارج القواعد أن يؤكد الفوز حتى بصفة ثاني يلعب كورا شونيور هجمر فريق الترشي الترشي بالوشوب طيب المزياني طيب المزياني طيب المزياني حفظ الكورا يلعب المجري كورا في مناطق بلاتينيوم الدفاع فرصة بساة قايمة والثاني قريب الدفاع تسديد اضبع الكورا بشكل غريب كورا في مناطق بلاتينيوم تمنىها مجري في المرمى تمنىها تراوي في الشبكة كورا تضيع للترشي أمام اللي عادة المجري يرتبك الدفاع المتابع من المجري اللي استردت في مرة أولى وفي مرة ثانية تسديدة بعيدة من رائد الفضع الرايد يسبب والرائد في فريق في هذه المجموعة الترشي الترشي الرايد ويبحث دوما عن الرياضة الكورا لخارج الملعب هذا هو رائد الفضع اللعب رقم 13 يلعب اليوم أساسي كورا لخارج الملعب ترشي الرايد الترشي نلعب في الدقيقة الأخيرة من نهاية الوقت الرسمي في هذا الشوط الشوط الروم الترشي يعرف الفوز بالأساسي بالأحتياتي هو شعار الترشي دوما كورا تلعب من بالشري في وسط الميدان درجة لفريق بلاتينيوم صديقي والخطة موجود الخطة موجود كورا تعود لبلاتينيوم خطة لممثل سنبابوي اللي على مستوى كان أفضل ولكن صعب تقيم أداة مرتود لعبين شبان صغار وفي الكورا دوما الأهم النتيجة الخطة لفريق بلاتينيوم الوقت الرسمي اكتمل كورا عند المدفع امها لانقا التبرير من تيجري موضو بوا حكم المبرق قدر دقيقتين كوقت بدل ضايع ترجع كورا من ديفون شفا موضو بوا تراجع من فريق التراجع فيها اللحظات كورا في مناطق محاولة خطيرة دي بيع الفرصة على لاب باباري رينسون باباري كان في وضعية مناسبة كان في وضعية مواطية للتبعديل شوفنا عندما نغرى الخلل الموشود بالسبرار في الجهة اليومنا تمهيد من السعديقي للعب باباري لضيع فرصة سهلة وغضب من جارب معين معين طالب من اللعبين لاستفاقة كورا تمر بسلام على التراجع نلعب لآن في دقيقة ثانية من الوقت بدل الضيع والتراجع يتقدم حد سبر فريق بلاتيني بضيع فرص عديدة في هذا الشوط الشوط الأول والتراجع بهدف وحيد يخترب من انهاء الشوط لمصلحته تراجع بسيطان هدف ضيع فرصة فرصة نعب رايد الفادع يأبرس محاولة صافرت الحاكم البوتسواني جوشوا بوندو طولن انتهاء بقائق والزمن الشوط الأول في ملعب مدينة بولا وايو الشوط أول بين التراجع التونسي وبلاتيني ومن الزبابي التقدم للتراجع بنتيجة واحد سبر هدف سوشل عن طريق محمد محمد أمير مسكيني على أثر تزديدة من خارج المنطقة هدف كان عالمي للتراجع اللي انهى الشوط المصلحته مشاهدين الكرام استراحة قسيرة ثم نعود لمتابعة الشوط الثاني من الثلقاء موسيقى التراجع يلعب بالفريق الثاني تمكن من انهاء الشوط الأول لمصلحته واحد سبر هدف محمد أمير المسكيني الحكم سيد جوشوا بوندو سيطلق سافرة انتلاق الشوط الثاني لهذا اللقاء ادام ادام فانتدال ضربة بداية للا الشوط الشوط الثاني كورا لمصلحة فريق التراجع نذكر بتشكيلة الفريقي من جديد تراجع يلعب في المرمى بالشرفية في الدفاع حسين الربيع علي المشاني ايمان محمود عفيف جبالي وسط ميدان محمد امير المسكيني رايد الفادع بن رمضان في الوشوم طيب المزياني جونيور لوكوسا وبيلال المجري المدرب اليوم هو مجد تراوي فيما يلعب فريق بلاتيني مريقود مابيسا في المرمى بتروس مهاري الفيس مويو ستيما مهالان وانسا ميدان علي صديقي راين سومي بافاري ديفون شابا رافايل مودوب وفي الوشوم كوستان زينا توماس شيدو ونيفير تيگيري الكورا في مناطق التراجع محاول الفريق بلاتيني بلاتيني ميبحث عن بداية قوية في داشا وداشا الثاني ترجع كورا للتراجع والخطأ موجود الخطأ موجود للتراجع تراجع اكتف حقق الفوز في دور المجموعات على مستوى دور افتال الفريق 45 انتصار التراجع اللي شارك للمرس 17 في اطار دور المجموعات منذ ان تغير مسمى هذه البطولة دور رابطة افتال افريقيا عام 97 ترجع لعمب سبع مشاركات مدتالية في المجموعات من عام 99 الى غاية 2005 الكورا مجليد عن فريق التراجع تلعب في اللي شار من حسين الربيع يخطي بتبرير ترجع لفريق بلاتينيوم يضغط علي المشاني وحاكم المباراة واجه اندار في واجه مدافع فريقة رجل مشاني اندار اول في هذا شهد اشهد ثاني امام علي المشاني سبق للعب مع النادر بنزارتي النادر بنزارتي الفريق اللي سيوليقى ترجع في السوبر التونسي وبرأس تقام في الدوحة البنزارتي اول فريق تونس يحقق لقب افريقي 88 لقب كاس الكوس الأفريقية والترجع اكثر الانبياء التونسية فوزا بلقب دور افريقية ثلاثة القاب فريق التونس يحقق للقاب الأفريقية لقب الكاف مرة كاس الكوس مرة ثلاثة والسوبر الافريقي مرة يبحث عن السوبر ثاني امام الرجال بيداو المغلبي كورا ترجع من جديد لمصدح التفريق الترجع ترجع تونسي اول مشاركة لي على مستوى دول المجموعات لربط افريقية عام 99 99 حقق اكبر فرق في الاهباف المقبولة والمدفوعة سجد طباش وقبل هدف وحيد فقط 99 كان عندهم فريق بابي ولكن لم يتوج باللقب هناك كهلات الترجيح حرمت الترجي من الفوز باللقب صار مام الراج البيضاوي المغربي بالمديكورا لخارج ملعب من طيب المزياني المزياني السدد وكورة الجزائر بعيدة طيب المزياني لعب لكما كانت خريش اكاديمية بارادو في الجزائر عب ايضا مالوهافر ترجع كورة من جديد للصرح فريق بلاتينيوم يامبر يبدأ بلاتينيوم بلاتينيوم يحاول يتبع سباق دولة بطالفريقيا بنتيجة ايجابية امام بطل هذه المجموعة وبطل القار امام غول الفريقيا كما يلقى بهذا الفريق الترجي من جار بعشاقة وجماعيرة ترجي اللقب المعروف والمتداول لمكاشخة رمي التماس في تنفيذ مودو بيوان ترجع عن ديم هالانجا المحاولة تعود مرجددا لفريق بلاتينيوم وممثل زنبابوي زنبابوي منتخب المحاربون اول مشاركة لها لمصر وكاس بريكيا الفين واربع في تونس كان اول حضور منتخب زنبابوي وضع سباق من الدور الاول العب في مجموعة فيها مصر الجزائر كاميرون وضع سباق بخسارتي من مصر الكاميرون وانتصار وحيد على الجزائر لم يكن كافي لاتبعهم ايضا شارك من الثاني فرس 6 في كاس امريكا في مصر وانفرس معتاش في جابون كان متواجد خارش من الدور الاول ايضا واخسر امام المتخب التونسي فيلي بروفيل 4-2 سباق في هذه النحظة شيدوي خادر الملعب دخول سباق بلعب رقم 13 سباق يونجري نورمان ما بيسع مدر بفريق بلاتينيوم هذا هو شارلز سيباندا لعب بفريق بلاتينيوم زمبابوي اكثر بلد مدل زمبابوي في دور يبط الفريق فريق الديناموس 8 مرات منتخب زمبابوي عنده مبراه هام ومصرية في هراري يستقبل منتخب كونغ برازابيل منتخب زمبابوي تصدر فريق مجموعة بثمع نقاط لايبيريا بالسبعة الكونغ الدمقراطية بالستة برازابيل بخمسة يعني مجموعة لم تحسن بعد بتاقة الترشح للمتخب الاول والثاني المتخبات لاربع مزالت عم بفرصة للترشح في المتخب التونسي اللي يلعب في المجموعة العشرة عندما الترشح بيجار بمصر سيلعب لقاء اخير في رادس امام متخب سواتيني سوازيلاند سابقا كورة باقي الملتقة بحول خفير البيع البيع فرصة على علي الصديقي فرصة سهلة بيحها علي الصديقي لعب فريق بلاتيني هم كان في مواجهة الحارس بالجرفية شوفني عدم الغراء غلطة في محور دفاعات فريق الترشح الترشح اغتاك بالجملة في محور دفاع وصديقي ضيع اضيع فرصة العودة في توقيت مباكل لبلاتينيوم بن شرفية الاب كورة ترجع لفريق الترشح الجديد الترشح في الوشوم كورة عند جونيور جونيور ارجع كورة الوراء كان ديترور الجديد جونيور كورة معاذر وراه عند علي المشاني مشاني الاب كورة في اليمين الكورة تلعب من عفيف شبالي المجري يخص كورة ترجع لفريق بلاتينيوم نبير تيجيري عند تلاقي كوستانسيرا والحكم يحتسب خطأ خطأ لكوستانسيرا وانبير انبير في وجه لعب الترشي ورقة ورقة في وجه لعب محمد علي بن رمبر عشرين سنة لعب شب يتلق كوستانسيرا مالانقا من كوستانسيرا ما في سماء من مدير بلاتينيوم ينتظر في عود الفريقة فرصة خطيرة والدفاع دفاع في آخر اللحظة يتدخل عن طريق المدفع ايمان محمود يسترجع كورة فريقة الترشي من جديد الترشي يحاول تابعة اللعب عشر دقائق مرة من زبل شو الثاني وبلاتينيوم خطيرة على مرمى الترشي كورة توق الوصف ميدين عند مودوفيوان مودوفيوان يرجع الكورة الوراء استيماء ناقل الكورة في مراتك الترشي كل كورة طويلة تسبب مشكلة كبيرة في دفاعات الاسبرانس بينما كورة في اليمين عند عافيف شبالي يسترجع كورة فريقة بلاتينيوم بلاتينيوم في الوصف كورة معادة للوراء عبارت يخسر كورة لعب تيغيري ترجع الفريقة الترشي كورة عند طيب المزياني طيب بزياني في وسط ميدان محمد أمي المسكيني المسكيني عند حسين الربيع علي المشاني استقبال الكورة من المجري بل المجري المجري اصرار كبيرة عند المجري مجري ينتظر في المصانبع يرجع كورة الوراء مراوغة من جرب الطيب المزياني لقطة فني مبتازة من زياني كورة معادة عند المشاني اللعب مستبر ناقل الكورة في ملاتيكا بلاتينيوم باتجاه بلال مجري بلال مجري يحاول مراوغة بلال مجري كورة تصدم باللعب بمهالنغا ترجع بيتمس الكورة ترجع بيتمس هذا هو مجري تراوي كان ضمن كثيبة نابيل معلول 2011 الكثيبة لجسدت ملحمة الفوز بلقب دولي أبطال أفريقيا كان بجانب يوسف المساكني والدراجي والكاملونيين نيونغو بانانا والغاني هاريس نابول فريق حقق اللقب على حساب الويداد البيضاوي بعد غياب طويل الترجع غاب عن اللقب منذ عام 94 هذا هو المسكيني صاحب الهدف الوحيد إلى حد الهام في هذا اللقاء اللقاء صعب على الترجع فريق الشاب في ظل رغبة بلاتينيوم للعودة بلاتينيوم يحاول أن يرفض الخسارة أمام بطل هذه المجموعة وبطل أفريقيا أمام فريق يحاول أن يوني سجل هذه المجموعة من دور خسارة وهيضا نتمنى الترجع أن يحقق الفوز الأول خارج الديار كورة تنقل من جانب بافيري تلعب من شابا ترجع من دفاع فريق الترجع الترجع في الوشوم كورة باتيجا جونيور ينبلق ولكن أقرب الكورة عند الحرس بيترس ماري ترجع المحاول لمسلحة ممثل زينبابوي ديفون شفا ينعب كونه عند نبير نبير مودوفيوان مودوفيوان تنقل كورة بالسرعة ولكن ترجع لفريق الترجع ترجع يسترجع كورة المسياني عند حسين الربيع الربيع أيمن محمود كورة يحاول حفاظ عليها رايد رايد الفضع علي المسياني لبن شريفية مواز ينقل كورة في منتصف الميدان ترجع بيتمس رمي التمس لفريق بلاتينيوم إذا هو عفيف جبالي الكورة تعود لبلاتينيوم ترجع بيتمس تنقل كورة باتجاه نفير محاوة مراوغة والكورة خارج ملعب الكورة لخارج ملعب اللي ضربت مرمى لمسلحة الترجع هذا هو معز بن شريفية الحارس المتعلق في لقاليوم تصب لعبة كورات خطيلة على مرمى في شوط أول وفي شوط ثاني أيضاً تصبر محاولة من جانب بلاتينيوم إذا الترجع محافظة على سباقية فرضى في توقيت مبكر الترجع وحاوص التعامل مع المباريات خارج البيار انتزاع النقطة ثمينة جداً من معقل أورلانبو في لقاء اكتمل صبر صبر كان صعب جداً للقاوة لكن الترجع بقوة الشخصية تماكن من يقاف الأولاد أورلانبو وفي رضب عليهم التعامل السلبي بتقلق من رامي جريدي والدفاع الترجع أقوى خط دفاع في أفريقيا استكبر تمرمى هدف وحيد فقط هدف سجل مانبيلا مانبيلا لعب حرية في اللي قال الأول الترجع المنتهي واحد واحد الكورة الثب لفريق بلاتينيوم فاتدار التنفيذ كورة لممثل سنبابي التسديق بعيدة بعيدة لمرموز والكورة لخارج ملعب إلى ضرب التمرمى كورة لضرب تمرمى دربة مرمى الترجع إيهاب لمباركي دفاع باللعب إيهاب لمباركي مكان عفيف جبالي عفيف الملعب إيهاب إيهاب مرمى إيهاب 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 جديدة في تونس عفيف وغيلان تعود على شكري وعلي علي بناجي كل شيء يعني قابل التجديد كل إيهاب عند إيهاب إيهاب لنباركي يدخل في هذه اللحظة لعب الترشي إيهاب إيهاب صحب خبرة إيهاب لمباركي لعب السابق للنيد رياد البنزرتي وراء في مناطق الترشي بينما هناك الصفرة إيهاب شاكورة مناخلة للمسلحة فريق بلاتينيوم مجد تراوي تدخل بتخل إيهاب إيهاب مباركي مكان عفيف كان نقطة ضعف واضح عفيف شبالي تدخل مجد أو ممكن عبر النقال لمعين يعطيه بعليمات كورة تافر فريق بلاتينيوم الخطة للصالح فريق بلاتينيوم في بلاتق الترجي والقائد بين شرفية يواش السومناء يطال لبنى بالتركيز والثبات إيهاب كورة فريق بلاتينيوم نفر تيجري استمع يقفان على الكورة على الكورة من الأقرب تزديد كورة بتشغل مالبا بين شرفية بين شرفية الحكم والحكم أحسبها أحسبها هدف أحسبها هدف البوتسواني غريبة يا أفريق غريبة يا أفريق غريبة في القارة السورة ما يحدث تحكيميا كورة عدد بين شرفية شبري عدم أفرح كورة تفجأ بيما أولى سيطر عليها والتدخل تدخل واضح الكورة في يد بين شرفية شبري عدم أفرح خلاص سيطر عليها والتدخل من شرب علي صديقي تدخل من علي صديقي الكورة في يد في يد الحارس الحاكم يحتسب هدف لعلي صديقي البوتسواني يجامل فريق الجار بوتسواني شارتهم يجامل بلاتينيوم الخطأ واضح ولكن يحتسب هدف لفريق بلاتينيوم على طريق اللعب صديقي ثاني هدف تستقبل شباك الترجي في يد المجموعة على وجور بريق بلاتينيوم الدقائق القادمة الصعب بريق الترجي بعودة بلاتينيوم للمبرك صغير على بلاتينيوم من أجل فوز من أجل أن يودع تشامبيون بانتسار سيكون معتبر وتاريخي ولكن ما نتمنى أن يواصل الصنود الترجي على أقل تقدير ينهي المبرك اليوم بتعادل بنقطة وينهي دور مجموعات بسجل خالي من الخسارة كورة من ديفون شفا بلاتيني بلاتينيوم ديفون شفا يلعب كورة في الإسار عند البازمو البازمو كورة تستدم باللمبرك كورة ضربة يهي بلمبرك رمي التمس لفريق بلاتينيوم كورة بلاتينيوم في مناطق الترجي حوسيل ربي عيش تتكورا تتحول رحاية البولة التحبية والملعب وايضا التحكيم هدف اليوم بصراحة قرار غريب جدا ولون يعني مبرأة غير مؤثرة ولكن في موعايد قادمة مؤثرة هدف بهذا الفريق السبب جدل كبير ومشكلة خطر لبيلال المجري كورة ترجع من جديد لفائدة فريق بلاتينيوم ترجع كورة من جديد للفريق المحلي فسا كورة في اللعب مودو فيواء مهال لانجا يرجع كورة في بلاتق الدرجي أقرب لها علي المشاني علي المشاني يحاول كورة خارج ملعب لمزات الملعب القرار يأتي من المساعد ويأكد أن الكورة تجاوز الخب رامي التماس لفريق بلاتينيوم في دفيد التماس رفايل مودو فيواء مودو فيواء يلعب كورة داخل منتقى جديد ترجع والكورة لخارج ملعب كورة للتماس رامي التماس لمساحة بلاتينيوم بلاتينيوم التمجب التنجيب لقى اليوم وكورة تنتهي خارج ملعب كورة انتهت لخارج ملعب بلاتينيوم فريق على ميدان لم يسجل تعادل سفر سفر من أورنانبو واغسر واحد سفر من الحرية اليوم يسجل هدف هدف الطريقة غريبة هدف لا يحتسب اللي في مثل هذه الوضعيات في افريقيا يعني هذا الهدف شفر من أشكال وانوار كورة عند يد الحارس بين شريفية والخطة واضح ونحكم خلاص ساحت السفر الهدف كورة عند نعب مودوفيوة مودوفيوة طاقت يامن حسين الربيع للطيب المسياني ينبلق الجزائري الكورة التارجة من أخرى لفريق التارجي تارجي بلو شوبران في الكورة التارجي تلعب بشكل منبس من برمبان فرصة الثاني والفريق لجباني والثاني بيها تارجي الثاني بيع هجمة سريعة تصدى لها الحارس بيتروس كورة عند راهد راهد الفضل التزديد محاولة خطيرة للتارجي كان ممكن فريق المكشف يرد على البوتسواني جوشو بوندو بيها الثاني لو لا تصدى بيتروس ماري ركنية للتارجي فانتدار تنفيذ الكورنر نتيجة واحد واحد في ملعب بولاوايو ملعب مدينة بولاوايو المدينة الثانية في سنبابوي هذه محاولة التارجي تبع تكون الدفاع مزارة تونسية توقع الكورة في ملتقى فريق بلاتينيوم الماجري ماجري مرر لرايد رايد الفادع يهيب لمباركي كورة تصدم بالنعب إيلفاس ماريو رامي التماث للتارجي التارجي الآن يتحرك لو يغض أكثر قادر يسجل بلاتينيوم دفاعها معادي جدا كورة للتارجي في مناطق بلاتينيوم استماع يبعد كورة تعود بتدخل من المحمود هاي المحمود ليهيب لمباركي محاولة المرور الفرصة رسالة القائمة تصديدة والكورة لخارج ملعب محاولة ممتازة ماجري تراوي أمامنا المدرر المساعد الشعباني هو من يقود التارجي اليوم هاي درعاد الكورة الأخيرة اللي سددها محمد أمي المسكيني يسدد كورة لخارج ملعب كورة تقريبا كاتمن الطيب المسياني المسياني اللعب الجسيري الكورة ترشع مشددا تعود المحاولة من جديد ترشع كورة بيتاك تمر دفاع يسترشع المحاولة من أخرى الوشوب لفريق بلاتينيوم توقع كورة في مرات كاتراجي تيجيري يحاول مراوغة إلىه الغاني بير من الكورة تجاوس الخب الكورة تجاوس الخب بن شريفية غضب قرارات التحكمية آثارت غضب وشمازاز الحارس بن شريفية الكورة ترجع بيركنية لفريق بلاتينيوم من العادة المساعدة حساب ركنية ركنية لمصلحة فريق بلاتينيوم كورة ترعب المساعدة الثاني والحارس موز بن شريفية كورة تباز والحاكم حتى السبخة هذه المرة الحاكم حتى السبخة إذن يتوقف اللعب بعد يصابت بعد يصابت موز بن شريفية إذن سيتنقل علاج بن شريفية حارس مرمان تيرجي كورة أخيرة وصيبة خلالها شوف العادة من أخرى كورة على مصر والقايم الثاني بن شريفية كان معاها اللعب راينسوم بافاري بن شريفية هو احتكاك عادي وركب دكاء بن شريفية يوقف اللعب ينبس حماس فريق بلاتينيوم السلامات لمعاصب بن شريفية نتيجة واحد واحد والترجل اليوم جرب اسماء بديلة وعلى فرصة يدر الطيب مزياني الجزائري والنيجيني جونيور لوكوزا لوكوزا يشارك أساسي هو المزياني اسماء ضم الترجل في المركات الشتري بجانب اللعب الليبي حمدو الهوني ثلاث اسماء بعم بهم الصفوف في مركات الشتاء كرة ترجع مجريد بخطر الكرة ترجع مجريد بخطر الترجي في تنفيذ الكرة الحالي سموز بن شريفية ينعب كرة موز في منطق فريق بلاتينيوم استرجع كرة بلاتينيوم محاولة المرور بينما حكم المغرات يحتسب خطر كرة ضد إيهاب المباركي إيهاب اللي خليمة كان عفيف جبالي ينعب كده رايمن النتيجة تبقى واحد واحد التعاذر الإيجابي في معقر بلاتينيوم كرة تلعب في منطق الترجع ترجع مجريد ترجع بالهشمة المسكيني بيع الفرصة تعود بيتمس المسكيني مع المسياني ما كاش يتفاهم فيما بالريمة بالريمة الدفع بين بالريمة ما كان بيليل المجري يدخل سياد بريمة هذا هو زياد بريمة الدفع بيه في هذه اللحظات إذن تتاح الفرصة لنزياد بالريمة للمشاركة مع الترجع في هذا الموعد الأفريقي كرة تنقل عن بالنعب مودوفيوة ترجع الوراء عند مهالانغا ستيما آخر ربع الساعة من نهاية الوقت الرسمي لذلك علي الصديقي ترجع كرة عند ديفون شافا ديفون شافا كرة تصدم بإيهاب المبارك ترجع بيتمس لفريق بلاتينيوم سلام جرب النعب بفاري صديقي الوانتو علي صديقي فرصة خفيرة والتدخل تدخل في أغل اللحظة والبعاد من رايد محاولة خطيرة من جارب فريق بلاتينيوم اختر لها بالي الصديقي العاب الوانتو في ملاتق الترجع في غياب البغد والمصند من اللاعب يوسى ميدان مودوفيوة ينعب كرة عند نيفير الكرة الثالث وانتات خير الشمال عبد الى داربة مرمى بلاتينيوم يفكر في الفوز واضح يبحث عن فرصة لخطف هدف الفوز الوانتو بشكل ممتاز مع السيباندة صديقي العبكورة ولكن عودة سريعة من رايد الفدع اليوم الترجع على مصر الدفاع ولكن نحضر نتيجة واحد واحد تبقى مباراة اليوم هي فرصة للاعبين الاحتياطين وصعب جدا الحكم على مستوى هذه المجموعة هي في نهاية المطاف فرصة منحة للمشاكل هذه الاسماء وهيضا فرصة للاحة اللاعبين الاساسيين كون عند جونيور البغت للجونيور جونيور لوكوزا لعب النيجيري فارجع كونة من اخرى لفريق بلاتينيوم الفيس مويو الصديقي ممتع الصديقي أبرز واختلاع في صفو فريق بلاتينيوم الكورة تبعد بطاقة يمن علي المشاني تعود مجليل لفريق بلاتينيوم على الصديقي كورة معادل وراء شابة ترجع للترجع الترجع حاول استخلاص كورة فريق الترجع ينجح في ذلك الان فرصة لا الهجمة السريعة ينطلق فريق الترجع لا وجود التسلل ولكن اقرب الحلس بيتروس اقرب متقدم لفريق بلاتينيوم كورة خيرة كانت تحتاج لها بعد السرعة فيما هجمة لفريق بلاتينيوم التزديق بالبرة بعيد المحاولة والكورة خارج ملعب جمهور فريق بلاتينيوم يدفعل مع محاولة فريقهم يتمنى بلاتينيوم الفوز على الترجع سيكون انجاز لممثل زنبابوي فيما الترجع يحاول في آخر اللحظات على اللقاء الحفاظ على هذه النتيجة وانهار مورا بالتعادل كان يتمنى الفوز الترجع ولكن هدف تم احتسابه بطريقة غريبة كورة مسيطرة عليها الحارس بين شرفية بين دين وتدخل واضح من شانب اللعب صديقي تم احتساب الهدف بالرمضان خارج ملعب سيتلقى العلاج لعب السميدان للترجع السلامات لمحمد علي بالرمضان دربة مرمى الترجع في تنفيذة بين شرفية الترجع يقترب من انهار مغرب التعادل كورة تلعب في مناطق أفريق بلاتينيوم في طير نفس هذه المجموعة اللقاء الحاسم حورية امام أورلاندو ليلعب في نفس التوقيت لان مباراة اليوم غير معنية بمباراة حورية من أورلاندو مباراة هام جدا ان الحورية مطالب بالفوز لدمار التعادل او حتى التعادل تعادل يكفي وأورلاندو مطالب بالفوز الكورة باخل منطقة جزاء الترجع ترجع مجليل الترجع ترجع يابل وشوم كورة ممزياني عند رايد رايد الفضع رايد رايد يخسر كورة تستخلص ترجع لفريق الترجع تلعب كورة معادل وراء من حسن الربيع يسترجع على فريق بلاتينيوم اقرب كورة ايمان محمود صالة عند بل شريفية اخر عشر دقائق من نهاية الوقت الرسمي لهذا اللقاء والنتيجة واحد واحد هدف للسجنة بلاتينيوم طبعا ارضية الملعب السيئة كورة ساة تقديرة بين شريفية ولكن عاد والسيطر عليها لكن الهدف تمحتي السابة والبوتسواني عاون عاون جيرانه هذه محاولة رايد رايد الفضع رايد الفضع يمتلق بالكورة رايد الفضع ممتاز رايد ارجع كورة الدفاع تعود بتدخل كورة تصل لجونيور المحاولة قايمة والتزديد من جانب بلريمة كورة سياد بلريمة بعيدة هذا هو سياد بلريمة سياد إذكرني باسم سياد التلمساني واحد من أبرز هذابين في تاريخ التارجي تارجع كورة مرة أخرى لفايدة تفريق بلاتينيوم بلاتينيوم التقيق الأخيرة من هيد هذا اللقاء تبقى نتيجة واحد واحد في معقل بلاتينيوم فيما سبدا الأخر ارجع بي ادم ارجع بي مكين جونيور يدخل ادم ارجع بي سيوانو لوكو سيغاد الميدير جونيور المهاجم النيجيري كما ذكرت شوليوس أقاهاو وإنرامو نيجيريين لعبوا مع مع التارجي لعب أيضا أقوي كورة تعود لمن جديد أيضا دونال ننسى قرب الوال ما يجير العب مع التارجي آخر التسعينات كورة باقي المنطقة محاولة ختير الحرس والحرس بين شرفيا كورة عند المعز معز حرس مر من فريق التارجي مدرب الحرس النصر شوشين كان حرس مر من السابق لمنتخب توليس وثمانينات وكان حرس مر من التارجي تارجي من الملعب نهاية أفريقيا عام السابق وثمانين بطولة كاسي كوسة أفريقية أول نهاية في تاريخ التارجي كان هو حرس مر من التارجي ناسر شوشين كورة من جديد عند سيبانبا سيبانبا تمرير من جرب لعب تيجيري المحاولة لفريق بلاتينيوم والكورة خارج ملعب بتصدي مجارب المشاني يحاول كورة للركنية آخر سبع دقائق من نهاية الوقت الرسمي لذلقاء والنتيجة واحد واحد جمهور التارجي فتدار أن تمر الدقائق الأخيرة بسلام ويحافظ فريقه مشاب على هذه النتيجة في نهاية المطاف يعني الفريق الليلعب باسم التارجي سواء كان فريق الاحتياتي ولا الساسي لهذا يعني يحاول فريق التارجي لدح في محاولة أمتلكة سريعة ف teams التارجي والعدم الثاني العبد الثاني التارجي يلعب رجل الفوس يلعب رجل انتصار عبد الرجايبي الرجايبي البديل يسجل العدب الثاني للتارجي التارجي القوي الكبير بالاحتياتيين يلعب بنفس الروح الأساسي بالروح الانتصارية آدم جاب أرجايبي أرجايبي اندلاك وسدد مجود كبير لآدم آدم أرجايبي ينطلق ويسدد ويعلن عن عودة الترشي للانتصار من جديد يأكد أن الترشي حتى بالأسماء البديلة يلعب بنجد الفوز هذه السيمة الترشي الفريق الكبير الكبير كبير حتى لو لعب بالصغار الكبير يبقى كبير والترشي يقدم درس كبير الترشي بمن حضر آدم أرجايبي البديل البديل المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب والترشي المناسب ليتزعم فرق المجموعة والمناسب للحفاب على السجلة الخالي من الخسارة آدم أرجايبي الترشي اللي سجلت من المسابة بعيدة سجل في الشبكة وخليه يلغي لك الهدف هذا مقابيه الترشي هداف صعب جبن لغاها صعب جبن يجاد فتوى لهدف أمين المسكيني ولا كورتر جايبي الكورة في مناطق الترشي خطيرة جبن إلى ضربة مرمى خطيرة محاوط بلاتينيوم وضربة مرمى لفريق الترشي آخر لحبات هذه المبارد والترشي تقدم تين مقابر واحد أمام الكورة الأخيرة من لعب كوستان سيرا هذه اللعب رقم 17 مهاشم بلاتينيوم ضربة مرمى للترشي الكورة تنقل في منتصف الملعب تغيير مصار كورة من حسين الربيع الربيع والكل قادر على صناعة الربيع عند الترشي يعني صناعة الفارق والربيع والتقدم ليست مرتبة بوجود البلايلي أو الإخنيسية أو حمد الهوني أو فرانكوم أو كوليبالي الكل يشارك في تحقيق الفارق رمي التماثل ترجع حسين الربيع كورة تلعب من جانب رجيبي ترجع كورة عند الحارس بيتروس مهاري بيتروس كورة فريق بلاتينيوم الكورة مع هذا الوراء تبقى الكورة عند فريق بلاتينيوم آخر لحظات هذا اللقاء ممثل سنبابو تفاجأ بهدف ثاني في مرمان تفاجأ بكورة ثانية في شباكة ترجع كورة من مدهب تبقى عند الأخدر بريق بلاتينيوم تنقل كورة من جرب نعب امهال عنقع في الوقت اللي كان يفكر بلاتينيوم في تحقيق الفوز في الحاق أو الخسارة بالترجي الترجي عن بريق البديل آدم رشايبي يصدم الجميع بهدف ثاني ويأكد أن الترجي حتى بهذه الأسماء قادرة هان يرجع بالنقاط الكاملة كورة في مراتك بلاتينيوم لقارج مرعب الترجي في طريقة ليحقق الفوز الأول له هذا الموسم خارج القواعد والفوز الأول خارج بيار منذ آخر فوز على حساب كامبالا في المجموعات 1-0 إذا استبعنا الانتصار في السوسة على حساب النجم اليد الساحلي هدف كوليبالي وآخر فوز للترجي خارج ملعب في طه رياب الدورة بالنهاي حارس المرمى ومعاز بن شريفية في تنفيذ بربة المرمى معاز بن شريفية يلعب كورة تصل مناطق بلاتينيوم رمي التماس لبلاتينيوم هذا هو بن شريفية القاعد اللي أعطيه الدفع والشوحنة معلوية كبيرة للعبين الشباب فيما سببال خروج اللعب نبير ودخول فراي إدوين فراي إدوين مادانا موضو فيوان موضو فيوان الكورة الدرجة من المشيني تعود الترجي برما لرجي بيحاكم المغرات يحتسب خطا الحاكم ميال لنكورة ترجا لفريق الترجي جوشوا بوندو البوتسواني يواجه انبير في وجه مهلانجا لاورين سيمولانجا يتلك انبير اللاعب رقم 19 مدفع فريق بلاتينيوم الخطر الترجي الخطر الترجي والكورة الترجي لعادة مراغرة تدخل وضع من لاورين سيمولانجا على زياد بالريمة الوقت الرسمي اكتمل كم سيضيف بوندو كوقت بديل خطر لفريق الترجي الترجي ريادة تونسي شيخ الانبياة تونسية بطل فريقيا فريق في طريقة ليحقق الفوز في معقل بلاتينيوم كورة الترجي عمب آدم رشايبي آدم رشايبي آدم رشايبي رشع كورة الوراء محاولة من جلب اللعب المسياني المرور كورة الترجي عمالة اخرى لفايدة فريق بلاتينيوم يسترجع كورة الترجي رشايبي آدم رشايبي يلعب كورة باتجاه حسين الربيع تمرير من المسكيني حسين الربيع تنقل كورة بشكل ممتاز لحسين الربيع تمرير كات من المسياني ولكن في صافرة تمرير كات من جانب اللعب الرمضان لحسين الربيع هادي اللي عادة هادي اللي عادة بالله عليكم اللي تسلل قرارات غريبة جبن قانون جديد في الكورة من جارب التحكيم الافريقي ولكن هذي الشيعة هادي شي تعودنا عليه كورة ترجع الوراء عند فريق بلاتينيوم حكم المباراة قدبر دقيقتين كوقت بدل ضايا موضو في وا يرجع كورة موضو في وا تمرير من جارب استما كورة من الشبع صديقي تدخل من جارب يهيب لمباركي كورة الفريق الترجي بالرامة بالرامة ينتظر يمرر وعم تركة سريعة هل يحسبه بالثالث رشايبي هادم هادم رشايبي سبب هون كورة ترتب ترجع مجانين دل فريق بلاتينيوم هادم رشايبي يعني دخوله كان في التوقيت المناسب حرك المبرأة وحرك شبك بلاتينيوم ايضا لمباركي بالشيء اليوم صد الفراغ بالشيء اليوم ورا بنتشار مربع السهلة عند بير شريفية احسبها يطالب بهدف يطالب بلاتينيوم بهدف لو احسبها الحكم هدي خلاص لو احسبها الحكم هدف على الدنيا السلام هو صافرة جوشوا بوندو تعلن انتهاء لقاء بلاتينيوم من زبابه يمام الترجل يد التونسي في اخر لقاءة الترجل في هذه المجموعة في اخر حراك البطل الترجل بالصفة الثانية بالبطلاء يحقق الفوز خارج الديار اول فوز للترجل خارج ارض هذا الموسم 2-1 الترجل يؤكد الصدارة والسعامة بهذا الفوز الترجل يرفع رصيدة ليصبح في رصيد بضل هذه المجموعة 14 نقطة والفوز للقربعة في بلاتينيوم يخسر للمرة الرابعة ويبقى عند رسلنا السابق بنقطتين بهذا نصر مشاهدين الكرام الى نهاية وختام هذا اللقاء شكرا على حسن المتابع ألقاكم في لقات ومواعيد كروية أخرى دمتم بسلام وإلى اللقاء شكرا بвер santé شكرا بضع على شكرا شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة